دكتور سعيد السريحي الناقد الشاعر الناقد غلب الشاعر يعني كيف حدث هذا؟ مشروع عدد شعري وخاصة أن حدث خلط حتى أنا في مقدمتي ذكرت أسماء دواوين في أسماء كتب وهي كتب نقدية هي كتب نقدية لكن لماذا لم تهتم بها؟ لو لست أنا من يهتم بالشعر أنا أتمنى لو كان الشعر هو الذي اهتم بي الشعر لم يهتم بك؟ بالتأكيد أو لأنك لم تخلص للشعر؟ ترعبني فكرة أن أكون لذلك أنا أثر أن أقول أنني أكتم الشعر وترعبني فكرة أن يقال أنني شاعر لماذا دكتور؟ لأنه أنا والشعر في حالة ود مفقود بمعنى أنني أستطيع أن أدخل باب النقد بيت النقد في أي وقت وولق الباب خلفي وأشعر أنني ملك البيت لكنني أعجز أحياناً عن أن أكتب سطراً واحداً من الشعر فكيف أدعي عندئذ أنني شاعر؟ كل قصيدة أكتبها أتوهم أنها الأخيرة وكل قصيدة أكتبها إذا ما بعد بها العهد قليلاً بهتت هل هو حس الناقد فيك دكتور؟ لأن الناقد هو اللي يشتغل؟ ربما يعني النقد أفسد تجربتك الشعر يشاعر فيك؟ لقد أفسد لمحمد الحربي محمد جبر الحربي بيت من الشعر جميل لقد أفسد الوعي ذوق المغني الشعر يحتاج إلى براءة وأنا رجل لا أمتلك هذه البراءة تفاجئني القصيدة فأنبهر بها ثم أعيد النظر مرة أخرى تروح الدهشة فتذهب الدهشة تبقى تماماً كمجموعة من الأجنة الخلاجة التي لم تكتمل لذلك لا أجر عن أنشر ديواناً تذكر قصيدة لنا دكتور؟ سأقرأ نص سيد العاشقين حين صوتك يقرع نافذة القلب أنسج رمل الجزيرة أنثى وأبني رجالاً من الماء أخرج من ثبج الطين خيلاً عراباً وأقتحم المدن المشتهاتة تقيمينها بين حرفين أو آهة حين يكتب صوتك بالصبوات التي تنتمي للحروف التي تنتمي للسماء وصوتك يعبر كالماء كفي أنادم روحي بأسماء كل الذين أحبوا وماتوا أناديهم واحداً واحداً من رماد الدفاتر من ذكريات الرمال ومن هاجس البدو عند السمر ثم أمزج أسماءهم بالذي يتساقط من صوتك الآن بالأحرف العربية حين تمر على شفتيك ودالية التقسي خارجة من ثنايا الحروف وأنضح وجهي بالماء أبصر مملكتي أنا سيد العاشقين وأنت أميرة وقتي أرض الفسيحة حين تضيق البلاد علي أنت سماء التي حينما أستغيث تنزل عن عرشها ثم تمسح بالغيم قلبي يعشوشب الصدر شتلة قمح تمر على شاهد العمر تلقي التحية ذا مطر يصرخ البدو في جسدي تقفز من شوقها أرضهم تكشف الرأس تلقي ملابسها قطعة قطعة ثم ترقص في الماء حد الغرق وأخلقوا خلقا جديدا كأن لم أكن قبل من طينة آدها الجل حتى ادلهم عليها الضمى أنا سيد العاشقين وكل الذين أحبوا وماتوا يطوفون بي كلما لامسوا جانب العشق ضجت بهم شهوة للغناء جميل دكتور سنرجع لعلاقتك مع القصيدة نلتقي مع الدكتور سعيد السريحي بعد قليل ترجمة نانسي قنقر 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 دكتور تقول قصيدة النثر ليست بديلاً لي كما أن أي شعر ليس بديلاً لي ما الذي استدعى هذا الكلام؟ لا أتذكر تماماً من أي سياق أن جاء هذا الحليل لكن الذي أؤمن به أن الفنون ليست الفنون لا تنمو نموا خطيا لا تنتقل من بسيط إلى مركب من نصف الجميل إلى الجميل الفنون لا يلغي بعضها البعض لون يتسيد ألوان أخرى لا بالضبط إذن الفنون لا يأتي منها شيء بديل للآخر هذا المصباح هو بديل للفانوس القديم والفانوس كان بديلا للشمعة لكن الفنون قصيلة الشعر الحر ليست بديلة للعامية وقصيلة التفعيل ليست بديلة للقصيلة العمودية أو قصيلة الناثر ليست بديلة للتفعيلة الفنون تتعايش وتعود ثانية تستيقظ وتعود ثالثة للتتقدم إذن الفنون تتجاور لكنها لا تتعاقب أهم الأصوات اليوم في المملكة العربية السعودية من شعراء؟ أنا أعتقد محمد الثبيتي وأسأل الله له الشفاء سيبقى صوتاً وسنحتاج مئة عام قادمة لكي تلد الجزيرة شاعراً كمحمد الثبيتي يعني هل تؤكد ما قولت أن الأصوات في السعودية لم يتجاوزوا صوت في بيتي؟ أعتقد وأرجو أن يغفر لي أو قصيلة أو تضاريس في بيتي كما كتب؟ التضاريس أنا أعتقد وأرجو أن يغفر لي الأصدقاء العرب إن قلت أن قصيدة التضاريس قد تكون وربما أحذف هذه القد فأقول أنها من أهم القصائد التي كتبت في القرن العشرين في العربية وتجاوزها لم يكن سهلاً بالنسبة لمحمد الثبيتي وليس سهلاً على أي شاعر آخر هذه اللغة التي كان يرتكبها محمد الثبيتي حينما يجمع لغة عربية أعرابية في رؤى شعرية متطورة جداً على مستوى الحداثة هذا الانتماء والانعتاق من الانتماء هذه الحرية في أن يكون ولا يكون هذا لم يتحقق إلا للقلة ومحمد الثبيتي على رأس هؤلاء القلة دكتورك هل معنى كلامك أنه فشل جيل السبعينيات الدميني والحربي والصيخان وهذه الأصوات التي ظهرت لا 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 فوزي أبو خالد مع حفظ الألقاء للجميع أنا قلت سيبقى محمد الثبيتي ولم أقول أنه وحده كنا قبل أسبوع نستمع لقصيلة المغني لعلي الدميني وهي من أجمل قصائل وكتبها في تكليم محمد العلي والآن تكتب قصيلة النثر على يد مجموعة من الشباب بشكل أكثر تطوراً وقوة مما كانت تكتب به في الثمانينات على يد محمد عبيد الحربي أو أحمد السفر أو أصدقاء آخرين إذن حينما أتحدث عن الثبيتي أتحدث عنه باعتباره استثناء لكن لا يعني ذلك أي تقليل من شعرية الزملاء الآخرين وأخص منهم علي الدميني أو محمد الحربي أو ما تبقى من عبد الله سيخان والأصواف النسائية دكتور أنا لا أنسأ أبداً على مستوى الشعر تجربة فوزي أبو خالد تجربة أجان هندي وأخريات أيضاً على مستوى القصيد دكتور تكتب الشعر العامي ولكنك قلت مرة لست ضد الشعر الشعبي ولكننا ضد الفكرة العامي هل لك أن تشرح لنا هذه النقطة؟ أنا هل تعرفين أن العرب قديمة كانت تتكلم عن لغات العرب وتتحدث عن لغة قيس ولغة مضر ولغة ربيعة أنا أنظر إلى هذه اللهجات باعتبارها لغات وهي أداة في يد الشعر إن أحسن استخدامها فقد أحسن وإن أساء فقد أساء ليست المشكلة أنها لهجة عامية ذلك أن شاعراً كبيراً قد يكتب قصيدة باللهجة العامية تحمل مضامين عظيمة ودعيني أذكر في هذا المقام طلال حيدر على سبيل المثال أو سيد حجاب أو الشعر المصري عبد الرحمن الأبنودي عبد الرحمن الأبنودي مع حفظ الألقاب للجميع نعم إذن هؤلاء لا نستطيع أن نصادر عمق التجربة لديهم لأنهم كتبوا بلهجة محكية مدام أنك استشهدت بالتجارب بالعامية المصرية نريد أن نسمع شيئاً منك عندك قصيدة بالعامية المصرية دكتور ترجمة نانسي قنقر